جولة يومية في عنواني الصحف الوطنية والدولية نقدمها لكم في معرض الصحافة أهلا بكم مشاهدين البداية من جريدة الشروق اليومي في عنوانيها الصادرة بتاريخ اليومين عنوانت الشروق اليومي رأس صفحتها الأولى كما تتابعون منفات أمنية فقيلة على رأس الجندة الرئاسية في موضوع آخر مشاهدين في قضية منح وتلقي رشهاوي للظفر بمقعد في الغرفة العليا للبرلمان اتماس عشرة سنوات حبسا لمئة وثلاثة منتخب في سكيكدا عضو بمجلس الأمة ووالدها ورؤساء بلديات ضمن الفضيحة السياسية تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفضح مفاوضات الانتخابات في موضوع آخر مشاهدين في شان الاقتصادية وعنوان شروق صفحتها الأولى التقليل من تداول العملة الورقية وارتفاع الدفع الإلكتروني ب57% خلال السداس الأول من سنة 2024 بالإضافة إلى خمسة بنوك تطلق الدفع الإلكتروني عبر النقال أكتوبر المقبل باستعمال QR code وهو الموضوع الذي سنقرأه لكم بعد قليل في معرض الصحافة مشاهدين في الشأن السياسي ملفات أمنية على رأس لجندة رئاسية للعهدة الثانية يكتب صاحب هذا المقال مواصلة دعم مجبهة المخاطر الكبرى وزيادة الأقمار الصناعية من أولويات رئيس إذا سيواجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعهدة ثانية ملفات أمنية حساسة وثقيلة ذات أولوية على رأسها تقويات وسائل وإمكانيات الدفاع عن الإقليم والعمل على رفع قدرات الصناعات العسكرية مما يساهم في مصاري الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبصفته القائدة لعلى للقوات المسلحة ووزير للدفاع الوطني فإن رئيس سبون يتطلع إلى تقوية وسائل وإمكانيات الدفاع عن البلاد حسب صاحب هذا المقال الذي تقرؤونه كاملا في الصفحة الثالثة في شانيا السياسي من جريدة الشرق اليومي إلى موضوع آخر المشاهدين في شانيا الاقتصادي تعنوين الشرق اليومي أو في المتابعات في شؤون الطربوي إذن معالجة بيداغوجية للاجحية السانكام الجديد بدءا من أكتوبر يكتب صاحب هذا المقال مشاهدين صادقت وزارة التربية الوطنية على الدليل المنهجي لتخطيط وتنفيذ المعالجة البيداغوجية لفائدة تلميذ أقسام الأولى متوسط الناجحين في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الثانية إذ أمرت بأهمية اتباع مجموعة من الخطوات الهامة لأجل إنجاح الاستدراك والذي سينطلق شهر أكتوبر الداخل ويتواصل إلى غاية نهاية سنة الدراسية بقية المقال مشاهدين تقرؤونها في الصفحة الخامسة من جريدة الشروق اليومي إلى موضوع آخر مشاهدين في شأن الاقتصادي خمسة بنوك تطلق الدفع الإلكتروني عبر نقال أكتوبرا المقبل ويكتب صاحب هذا المقال المشاهدين تعتزم خمسة بنوك تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال باستخدام رمز الاستجابة السريعة وهذا اعتبارا من أكتوبر المقبل حسب ما أفادت به مديرة تجمع نقد الآلي آسيا بن شبلة كيروش وأوضحت في تصريح لوكالة لباء الجزائرية أنه ابتداء من أكتوبر 2024 سيتمكن عملاء خمسة بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة مشيرة إلى أهمية هذه التقنية السريعة والعملية في تبسيط عملية الدفع ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات على تقنية الكير كود المتاحة ابتداء من أكتوبر خلال خمسة بنوك إلى جريدة الخبر المشاهدين وموضيعها الخبر عادت أيضا إلى الشأن السياسي بخصوص كبار المسؤولين ويهآت والشخصيات الوطنية الرئيس سببون يؤدي اليمين الدستورية اليوم وهو العنوان الرئيسي في عدد اليوم من الخبر في موضوع آخر مشاهدين وهو الشأن رياضي الذي فضلت الخبر اليوميا يكون صدر صفحتها الأولى بعد المنشآت الجديدة والاستقدامات النوعية الفار خطوة لتسويق البطولة ورفع مستوى الكرة الجزائرية موضوع أخرى مشاهدين الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال في أكتوبر المقبل وهو الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا في الصحافة الوطنية الصادرة بتاريخ اليوم من الخبر إلى المشوار السياسي مشاهدين وموضيعها المشوار السياسي بأتأكيد هي الأخرى عادة لشاني السياسي وتنصيب رسمي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية دعا قادة العالم للانضمام إلى ميثاق المستقبل العالم يمر بمنعطف مصير بالغ الخطورة وهي تصريحات رئيس الجمهورية بالتأكيد التي عادت إليها المشوار السياسي في عددها الصادر بتاريخ اليوم كما تعنون أيضا رأس صفحتها الأولى وهو الموضوع الذي أخذ أبعاد كما قلنا في الصحافة الوطنية والدولية الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال قريبا بنجامع يدعو لمنع المزيد من التدهور في قطاع غزة وهو الموضوع الذي تقرؤونه بالتأكيد في عدد اليوم من المشوار السياسي بالإضافة إلى موضوع أخرى في شاني الثقافي والاجتماعي في شاني الدولي تكتب المشوار السياسي الكيان الهمجي يصاعد من استهداف الأطفال والنساء في قطاع غزة وهو الموضوع الذي اخترناه لكم في عدد اليوم من معرض الصحافة إذ كتب صاحبها الكيان الهمجي يصاعد من استهداف الأطفال والنساء إذ أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن حصيل الضحايا العدوان الصحيونية المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 41.226 شهيدا و95.413 مصابا هو ملف كامل مشاهدين في عدد اليوم من المشوار السياسي بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة حول إمكانية وقف هذا العدوان الهمجي وعن دور الوسطى في هذه المرحلة من المشوار السياسي مشاهدين إلى الجرائد العربية اخترنا لكم اليوم القدس العربي ومواضيعه بها تكيد عادت إلى تدعيات الحرب والعدوان على غزة وعنونت غزة حمام دم جديد في مجازر أوقعت عشرات الشهداء إذن مشاهدين ناتنياهو يقوم بتغيير وزير دفاعي حسب بعض التسريبات من خلال جريدة القدس العربي بالتأكيد وهو العنوان الذي اخترناه لكم تعنون القدس العربي في هذا الموضوع الذي سنقرأ لكم قليلا منه بالتأكيد أو أوصات ناتنياهو تسبب أنباء عن إقالة جالنت واستبداله بصغير وهو ما جاء في القدس العربية الذي كتبت مع ارتفاع وطيرة التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم واسع النطاق على لبنان عدل حديث في إسرائيل عن إقالة وزير الدفاع جالنت واستبداله بالوزير السابق صغير ومصدر هذه التسريبات هو في الجيش الإسرائيلي بأتأكيد تنقل القدس العربي في عددها الصادر بتاريخ اليوم وحسب وسائل إعلام صهيونية فإن هذا التغيير جاء بناء عن أخطاء ارتكبها وزير الدفاع كما أشارت الصحيفة إلى مشاركته في ما يسمى بالمشاورات لإيقاف إطلاق النار في غزة وهي التدعيات التي أخذت الكثير من ردود الأفعال حول هذا التعيين الجديد وإقالة جالنت تقرؤونها كاملة في هذا المقال من جريدة القدس العربية الصادرة بتاريخ اليوم شاهدين كانت هذه أهم العلوين في صحافتي الوطنية والدولية التي اخترناها لكم في عدد اليوم من معرض الصحافة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر